إذن عزائي المشاهدين والمستمعين كما لاحظتم أن الفخار له معاني كثيرة يمكن أقلها أو أكثرها غرابة هو الكمية التي تشربها من إناء الفخار وقد قال المنفسين أن جميع الأكواب إذا ارتكز في ذهنك أو أنك تذكرت كمية الماء وكم تبقى فربما هنا هذا الحلم يحتاج إلى غرابة أو يحتاج إلى تدقيق أكثر لأنه حسب كلام المفسرين السابقين أنه ما شربته من الماء هذا ما صرفته من عمر أو ما ذهب من عمر وما تبقى من ماء هو ما تبقى من عمر هذه وجهة نظر المفسرين السابقين أما بالنسبة لي أنا كباحث في هذا المجال أنظر إلى هذه الأحلام وهذا الرموز بمنظور آخر فالفخار من ماذا؟ من طين طين وما يضع بالفرن ويتشكل حسب ما نحتاج هذا هو الفخار فإذا كان الفخار من طين والإنسان من طين فهو يدل على البشر ويدل على علاقات الناس ببعضهم الأبناء والبنات وإذا رأيت أنك تنظر أو تقتني فخارا بشكل القديم الذي كان يشربه من الماء أو شكل المزهرية هذا الفخار الذي يكون له عنق ضعيف ودائري من الأسفل فقد يدل على الزوجة التي سوف تكون من نصيبك في المستقبل وهي بنت عز ونسب لأن الفخار قد يدل على الافتخار وقد يدل على النسب الرفيع وقد يدل للمرأة التي ليست لديها أبناء إذا رأت أواني فخارية صغيرة أو أكواب فخارية أو ما يصنع من الفخار فقد يدل على رزقها بالأبناء والبنات من نسبة لموضوع الماء أنه ما شربته نصف العمر وإذا شربت الإناء كامل فانتهى العمر هذه أنا بالنسبة لي أنا عليها إكس كبيرة لأن الأعمار لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى وهي بيد الله وربما هذه القطرة التي تبقت أو هذا الكمية الصغيرة تتبقت بالنسبة لقياس عمرك بالكامل هي كبيرة يعني إذا أنا عايش شخص مثلا ثلاثين سنة أو أربعين سنة فإذا ربما يكون ما تبقى عشر أو عشرين سنة فإذا الموت هو في علم الله سبحانه وتعالى وما يهمني أن ما يوجد داخل هذا الفخار سواء كان عسل أو لبن أو ما فهو يدل على شخصية وطبيعة هذه أو هؤلاء الأشخاص الذين تعاملوا معهم من حولنا سواء كانوا أبناء بنات زوجة أو أقارف أخواني وأخواتي